نواصل نشرتنا في إطار الخدمات الاجتماعية دائماً المركز الاستشفائي الجهوي منشأة طبية تم توسيعها لتقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة في انتظار تشهيد المركز الاستشفائي الجامعي مشروع في طور البناء يتضمن مختلف التخصصات والغرف للعمليات بتجهيزات بيوطبية وأطقم طبية تلبي احتياجات المرضى الذين يتوافدون من مختلف مدن وأقالم الجهة المركز الاستشفائي الجهوي الشيد على مساحة تقدر بـ 14 هكتاراً بطاقة استعابية سريرية تصل إلى 250 سريراً عودة إلى جهان دبلالي وابراهيم حبوب بالمركز الاستشفائي الجهوي بقلميم أصبحت مختلف الولادات تجرى هنا حتى تلك المعقدة والتي تستدعي أطقماً طبية متكاملة وهذه السيدة التي صادفناها أثناء التصوير وضعت مولودها في ظروف جيدة بعدما كانت تتكبد عناء السفر وهي حامل لتالدة بمدينة أغادير هناك كل شيء يخير للأخر الحمد لله الحمد لله تحس المستوى دي لك الزاف كنت تجلت وليت في أغادير وكني حالياً كانوا نضغي في قلميم وما كناش كنا ندوز هنا لليس زاني لليسي حاجة كنا 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 نصيف طول لسي أشوين سوى مركز سوى أغادير محمد مواطن ودنوني يرفق زوجته لتأكيد موعدها بغية إجراء العملية الجراحية على مستوى عدسة العين عمليات كانت تجرى في السابق في مدنة أخرى بعيداً عن الجيعة مليف ديان لارا هجاز وغدين سألالا غادين دير العملية وما بقيت كمشي ولا قادير ولا كمشي بوعد وجامع التخصص الحمد لله راكين هنا وحنا نرى مستفدين لهم ولكن الحمد لله عزيزة الله سلم لي يعني هاتش ديال الصحة قرب شي شوية قرب إلى أقصى دارة الحمد لله جبت ولدي عنده مشكل في الأنف دياله الحمد لله سبتر هنا ولد في خدمات متوفرة كنا كنا نضربوا طريقة الأقادير بحال والدنا كانوا كيمشوا الأقادير يضربوا الطرقان على تخصصات ما كانتش عندنا ده بالحمد لله كل شيء ولا متوفر المركز يضم أطوراً طبية وإدارية وتقنية لضمان حسن سير وتدبير هذا المرفق منشأة جاءت لتعزيز العرض الصحي بالجهة تنفيذاً للسياسة الملكية ديالسيدنا الله ينصروا يعني في إطار تقديم الخدمة من المواطنين وتوفير العرض الصحي اللائق لجميع المواطنين عندنا سياسة استراتيجية جهوية يعني نحاولوا يعني باش نوفروا جميع أكبر عدد ممكن من الاختصاصات يعني تفادياً للسفر والتنقل ديال مجموعة من العائلات للمدن المجاورة مجموعة من الأطر الطبية مجموعة من التخصصات اللي حقيقة كان في حاجة ماستلها الحمد لله للأقاليم للجهة الأغلبية كتل تنقل للمركز ويشار إلى أن مختلف الأجنحة والأقطاب بالمركز الاستشفاء جهزت بآليات بيوطبية عالية الجودة وذلك لضمان خدمات صحية في مستوى انتظارات ساكنة الجهة وتمكن مواطنيها من الولوج لهذه الخدمات الاستشفائية القائمة على مبدأ القرب والجودة في انتظار استكمال أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي والذي سيرى النور قريباً